مفلين الجمعة متسعة نص نهار جوك نف توس مع كوثر البارتي بل اي ناتوريل اليوم ما كما البرح حكيتلكم على اوبتيمالز الجامل هي لا يسر يسر وقلتلكم اللي هي صالحة لأنويع البشرة القد اليوم ما بش نحكيلكم على جام أخرى بطبيعة الحال تبع اوغي فلام اللي مدلتنا مناسبة سان فلانتا بالكادويت وبلي برودويل هي ليب الجام اللي بش نحكيلكم عليها اليوم هي ميلك اند هاني الحليب والعصل وش خير من ميلك التركيبة متاع الجام هذي باقانت خصالحة للبو اللي هي جيفة معناها تكون شيحة برشة وبرشة نساء في الشتاء يعني يوم البو اللي تكون شيحة الجام هذي تركيبتها عضوية تغذي بطبيعة الحال على خطر البو الشيحة عادة تبدأ مش متغذية الجام هذي اللي مكونة من الحليب والعصل اللي هو بيو بيانسوخ ذيك عليش نقوله عضوية هي ليسر للبو الشيحة الحليب معروف من قديم الزمان بكونه يغذي ويعطي شراقة للبشرة والعصل هو مضاد للأكسدة طبيعي وضد التجاعد خاصة يعاون على تجدد الخلايا على خاطره غني بالسكر طبيعي بطبيعة الحال اذيك عليش يحافظ على ترتيب البشرة والمحافظة سوخته على الماء اللي يخليها راوية من الأعمق هذي ميزة الجام هذي العصل المعروف انه منظف طبيعي تعرف كي تعملوا حاجة فيها البرودوية معناها فيه العصل ينظف من غير ما يذر الفو دونك الجام هذي فيها لي نتويون وفي نفس الوقت هو ديمكيون للوجه وفيها كريم دوجور كريم لنهار تغذي ترتب وتحني وزيد فيها حاجة هيلة يسر 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 اللي احنا نسي لازم نعتنيه بها الكانتور دي زيو عليش لأن البختي هذي متاع العين حساسة ورقيقة دونك الكانتور دي زيو فيه يرتب معناتها البختي هذي اللي هي حساسة ويشحتها على خطر العمر يبين نيسر يسر كتب دالعينين فيهم هكا اللي يريد وهي البختي اللي اللي يتبدا فيها المشكل هذي هي الكانتور دي زيو دونك هو يغذي ويشحت بطبيعة الحال ويغذيها بالجدي بالجدي المنطقة هذي كريم الليل اللي هو فيه يغذي يرتب بعمق البشرة على خطر في الليل وقتين ونقدو البومتاعنا تخو راحتها جدد الخلية متاحها دونك الكريم هذي اتعاونها حكيت على الجام هذي هي ليسر يسر متاع أغفلام وقلت لي هي متكونة من حاشتين همين السؤال اللي بش اسرولك منيش متكونة الجام هذي يا كهو وانتي تقول كدو مكونة من الحليب ولا حسل يا حليب يا حسل مبروك عليك يا أمنا مبروك عليك دجار كدو فيه الجام هذي يا كاملة اشتركوا في القناة